بعض العلماء فسر نسبة الملوحة الطاغية في هذا البحر بسبب أن البحر مغلق من كل الاتجاهات يعني بالمصطلح العامي كأنه حفرة ماء سمي بالبحر الميت لأن ما في أعماقه ولا كائن حي ومن حاول الدخول في أعماقه لكشف بعض الحقائق حتما سيموت يعد البحر الميت مهم جدا للصناعة والسياحة في المنطقة حيث تعتبر تركيبة مياه مختلفة عن المياه الطبيعية احتواها على تركيز عالي من الكالسيوم والبوتاسيوم عشان كذا تشوف الناس من كل أنحاء العالم يجون لها البحر لأنه أفضل موقع للسياحة العلاجية في العالم تم اختياره من قبل منظمة الصحة العالمية كمركز عالمي لعلاج الكثير والكثير من الأمراض الجلدية في عام 2011 في هذا البحر يوجد أفضل طين ممكن يستخدمه الإنسان في العالم هذا الطين يحتوي على المعادن والأملأ أحلي تنظف البشرة وتنقيها من الشوايب وتزيل خلايا الجلد الميتة عشان كذا الناس يعانولهم من بعيد وقريب تعالي يا طانو أيهاة ما اطلعك يا غازي المحتوى أنا أتوقع أن تتسف الصحة الأزائية عندك كل شوية محتوى 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 المكان هذي أريد استقنام فكنا من دواديك بس على الطارق ها ها استخدمت الطين على البشرة على الوجه على الجسم متى أخر مرة استخدمت هيدري أخر مرة قبل زواجي باسم أسألك بالله يوم زواجي كملة لثلاث سنة والله إيمان أنت بصاحة كانت قاعدة تقولها تروش بعد سنة لا ما هدخل فيها هذي حركات وياي وبشرة ومشي اسمها ما هدخل والنظافة الزايدة ما هدخل هذا هو الصد تتكلم جيد طيب هل تشوف هل تشوف هل تشوف أدلوا 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 الله هذا السؤال يا جماعة الخير إن ما يدرون عنه الشباب ما لقنا الهجاب أبس ألهم بشكل مباشر يا شباب أبغل أبغى الصدق يعني أدلوا متى يا مخلد تعطي الواحد بلوك في السناب في السناب أي والله إلا تدخل في شوني الخاصة مثل ليش ما تسوي ليش ما تقول أنت ليش كذا يجيبها ما نعرف إزاي تعطي بلوك بلوك مثل يذكر لي مثل مثل اللي يقولها أنت وراك الدماء أدوج ما تطلع أهلي واشتخل وانتو اشتخل كما تقول المسلمين طلعوا أهلكم يا أخي أنا دقيقة أنا في منظر إعلامي من حقي أوجي بش طيب هو من حقي ينتقدك لأنك أنت مشهور ما تقدري بطريقة هذي تدري وش ظروفي خلاص عرضيش حما لا أبو ذيب وانت يمكن تستغربون متابعين بعد يمكن أنت بعد تستغرب والله العلي العظيم ما قد بلك تحت بس يا رجل الله الله نحن جايسي مع بعض صح؟ اي وما نعرف أنك تسألنا كذا صح أو لا صح أسألك بالله تقوله صادق قسمة بآية الله هذه طايمة البلوك كيف تعبني شعورك ها طيب هل يعني هذا كيف تأخل الشعور فيها مخلك؟ حال بعض الحال من أجزع والقهر ما ترد علىه تعطيه بلك شبوعة ثلاثة وثلاثة وما أتقدم تلقى ناس طيب هالحظيم إنه أشب الحين في التعليقات دعو اتركه ليش أني مؤمن إنه ما في أحد كامل الكمال لله الشي الثاني إنك مهما وصلت مهما صرت من النجاحات في ناس بيتكلم بس تنقر حال لما واحد مثلا يسب مثلا أمك أو أبوك شب أمي اي غلاله إن كرامت لا لا حاشب أمي شب شب طلع شب أمي طلع إنه سبق أي مكان تجاهلها ليش انا اعتقل انا صراحة شف يا ابو ذيب قناة تستفيد منها صح مستقبلا يمكن الشخص هذا اللي يسبك تكسبه في صبك وصارة بس يا ابو ذيب انا حس جابتك ابو ذيب في كل شي ابو ذيب في كل شي ابو ذيب انا اوجه نصيحة انا شخصيتي ما هي زيش انا انسان اترفع اوه حتى شف يوم يقول اترفع دبلوماسية ما قال انا واطي وانطاعي اسمع يا غازي يا زي اضحكتك كمانجو اسمع غازي انا اوجه انا اوجه نصيحة الاخواني وخواتي اللي تابعونا من خلف الشاشات يعني الواحد مهم محدود على الردان تلش تسبني يا حبيبي نارك وراي ما تدور خلاص ما اعجبتك ولا اعجب طريقة كلامي ومحتوى اخلي مهم لازم عشان محتوى ترى البعض عنده ضعف لما يشوف الله سبحانه فتح عليك ما يقدر يتحكم في مشاعر اسمع اسمع يا حبيبي ولا يا مسكين لا يا حبيبي رزقك عند الله لو عنديني لا اعطكي ما رو ما بعندي يا ابن الحلال الله اللي واسمع انا مش بقيت اقول الله يا حبيبي والله ما جايك واحد من بعيد يسبك لانه ما له وراك غرض يا قلبي اللي يبي يسبك منحون أسانك ملا لا جت من نا وا ه و جت من نا يا لا لا لالا لا يتيج لما قاللم بياد والله حني طيب انت يا طلال يله كامل اللي فلالا أathersم يمكن ماselves حدي globally اللي حد Andy لحظة رحض هدى طلا انت شكاعد يقول لحين مطلط يقول شك سواء الله ياخذ حقلك اشي انا خطامه شل هالبس الحين متى تبلك المتابع متى واحد تعطيه بلوك كذا شكا فكذا ازود عليك اكثر من مرة المرة لو لا تطنش مرة الثانية تزود عليك وش يقول يطنش يعني خاصة شخص يعز علي أو مثلا يا بيبه طلال حين بحص التعبير يا اخي انسب على المساقط يا اخي متى يجيك تعليق تعطي صاحبه بلوك فاسنا متى تخطر عليك كيف يرسل لي على الخاص مين رحت المتابعين يرسلوك مين رحت يا اخي ما تكلم عن اخوياك تكلم عن انا اتكلم انا اتكلم عن المتابعين متى واحد يتابعك ما تعرف ولا يعرفك تعطيه بلوك اذا كثر عيلا يا ورد انت فهم الله يوقف عقلك يا شيخ نازي نازي لحظة يا عام والله يوقف عندك طلال جوابني تكفى كمان جواب حين تنزلت سنابات في العقبة وجوا ناس يعلقوا عندك من التعليق اللي بيستفزك تعطيه اللي قيلة ده بالكثير للسلام اللهم صلي على محمد الحمد الله الحمد الله اسمع يا ابو ربيع انا اعطي بلوك للي يرسلي مقاطع مخلب الاجب مثل منافع الى الشرع الاسلام والله لدان اني بداخله غا عربية انا اش قلت له انت قفل الخاص وقم انتش ما تقفل الخاص يا منك ما تبقى المقاطع انت اذا نزلت مثلا البحر والعقبة وتكلمت عنها ياسي لك مقاطع منافع الوش منافع الوش منافع الاجبين سعيد ما تقفل الخاص انت قفل الخاص ما تجيك مقاطع حيني نقول تعليقات لان الاغلاء مقفل الخاص لا يا غازي ايه ايه لحظة لحظة يا سيدة انت الان قاعد تكشف نفسك كل الشباب مقفلين الخاص انت فاتح الخاص انك فاتح الخاص لمنك فاتح الخاص ليش فاتح الخاص يا سيد مدرايت اني بيجيني ضغط يعني زي كين من الرسالة دقيقة يا جاستن بيبر يقول لك فهم السؤال نص الايجاب يقول لك التعليقات ما قال لك الناس اللي بترسلك فيديوهات والسوار لا لا ما قالت تعليقات زي كده الله قالت تعطيني بلوك هيا يا عبي هذر هاي منك تعطين بلوك طيق اله ها أعطني الواحد اللي يرسلي مخلبي الهداب الشرعية اللي يرسلي صور قبيحة هذي هو اللي عطيني بلوك والله العظيم اني اكره هذا كرة صور قبيحة زي ايش يعني دعيني تمنى يقول زي ايش صارت 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 الصورة ملف جي ايش قبيحة عني تلت الأببتتنع علان في الجلسة عللم نكر طيب أنا بأعلمكم أنا من غير ما تقول أنا عرف من الناس اللي بلوك أنا أبلوك لسببين بس لiau السبب الاول يمكنكم تلاحظوني يا شباب في فئة يا لله العجب همهم الوحيد كيف يغطون شي اسمه الدين والله انك اذا صورت في المسجد او صورت صلاة او صورت شي ديني قالوا لك اك ابنة من الريا بس خلاص درينا انك تصلي درينا هذه الفئة انا ما احبها نهائيا خلاص صلوا ما يحتاج تصلي هذا على طول اعطيه بلوك هذا اللي يبيني اصور كل شي واذا جوقت الصاقل ما يحتاج تصور هذا اعطيه بلوك على طول ولا تفهم معه شوف يا غازي والله نفسادك كثير ناس صلي اللي تقول الله تلحق الصلاة ما حدق صل من غير لا تصور ما هب لازم اقول لك ناس الله لا يبلاني يبونك طيب يا اخي ما يبونك تجيب طاري للدين وكلامك على متهمة يا برباية انت والحضرية انا صور يمكن واحد يتابعني من خط يمكن واحد يتابعني دوب صحة يمكن واحد يتابعني ويتجالس يشوف اني يصلي يصلي اسمعي مخلد اول مرة اقول كام ذا قسما بمن احل القسم ما شفت البركة فالسنابلة لين سويت هالشي قسما بمن احل القسم لينصر تصور حتى امور الدين يا اخي اخي اذا انت تصور عيشتك واكلك ولعبك مع طفلك ليش ما تصور انك تصلي يمكن فيه ناس يحبونك يقتدون فيك لا ما كل الناس تصلي لا ما كل الناس تصلي ما عليك منهم الفئة ذي ما عليك وهم بدعوا ترى هم فيها بسيطة يعني ما نعطيهم اكبر من حجمهم وفيه ناس ترى مشاهير فيهم الخير والباركة لكن كلام هذول الناس ممكن ما يخليهم يظهرون هذا الجامع والله انك صادق والله انك صادق والله العظيم اتكلم وانا صادق والله يا بو ذيبن بعض اخيان المشهير اني يوم اجي يسولف معك قال يا اخي فكني يا اخي لما نتصور يزعجونك الناس يقول انت رياوس قلت يا اخي وش حلك منهم لا تدري وش المصيبة والله بعضهم اني لما نقولي يا اخي انت تصور كل حياتك ما كنك مسلم لو انا معرفك ما اقول انك مسلم حتى ما تذكر الله قال يا اخي تدري ان اللي يذكر الله في السناب لو يخطي بكرة إن خطاها عشر أضعاف خطاء الشخص اللي ما يذكر الله قلت يا شيخ قوم بس اي قسم بالله كلنا نخطي بس الصلاة لش أغطها ولش ما صورها يعني لا إلى يقولون بكرة يقولوا هذا اللي كان يصور في المسجد شوفوه والحين شو مسوي ولد أنا مال ابن بي ولا رسول ما اخطي أنا بشرة بخطيه طبيعي قاعدة في الحياة حديث للرسول الله ما صل يسلم عليه الله ما صل يسلم عليه الحديث ما نحافظ النص لكن لو كل واحد يشوف السنابات هذه يطبقه بحياته والله نشوفه الخير يقول رسول الله ما صل يسلم عليه من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عليهم ومن التمس رضى الناس بسخط الله أسخط سخط الله عليه وأسخط الناس عليهم الديني أعزك عمري ما شفت أحد متمسك بالدين وصار لا يعني أنك أو أنه طاح في هبط مستوائن كان في سوشال ميدا وغيرها والله كل إنسان متعلق بالله ودائما هم الأول من الأخير أن يوصل رسالة طيبة وفيها دين وفيها قيم من الله سبحانه الله يا غازي اسمعني سمي تعرف هذول اللي يسبونا اللي ينزلوا عن الدين يسبونا اللي ينزل عن الصلاة وعن الذكر هذول هم شياطين للنس فاحذر منه أنا ما لومك يوم كتبا لكم أنت ليش تسب واحد ينزل عن الصلاة وواحد يذكر الناس في الخير ليش ليش مع داهر يدهر لا مع الشيطان مع الشيطان هو يدري لوني متلدذ في العبادة هو لوني متلدذ في العبادة وشوف أهل العبادة يقولونها يا والله أني يقول اللهمك الحمد يازين ويازين محتوى لكن لما تشوف واحد أنا نزل قرآن باقي حانا نزل آيات يقولي طيب نقدر نتسمح في اليوتيوب أنا أدمي إذا تسمح أنا أدري بس هذه فيها خير لي ولك فأنا والله مالومك والله مالومك يمتعطيه منك الله يزاك خير يكتب لك أنا جب الله يزاك خير طيب تقدرون السبب الثاني وش أنهم وش أنهم يمكن ما تصدقوني والله السبب الثاني أي واحد يسب واحد من أخياني أنا صورته والله أني أعطيه بلك بلا تردد تلموني في اعتابة تلموني في اعتابة تلموني في اعتابة يابو يابو سعيد والله معلومه بذمتي أنهم عزوة ما عليك زود و هذا يطال عبط حلومه اعتابة و لاكسور في اخيانا أنت وافي غنوبك طيبة حذ حبها تخلي فيك حيامة الجودة و المرجلة و كلها ها الشأ